وعشرين كيلومتراً إلى الشمال من الحاصمة بيروت تقع لؤلؤة السياحة في لبنان مغارة جعيتا التي تشكل محطة هامة لجذب السياح على مدار السنة بالنظر إلى ما تتميز به من تكوينات طبيعية فريدة يكتشفها الزائر من خلال جوالات بالقوارب على سطح نهر من المياه الجوفية جمالية الموقع جعلت اللبنانيين وعدداً من السياح الأجانب يخوضون حملة تصويت كبيرة عبر الأنترنت لضم المغارة إلى قائمة العجائب الطبيعية السابعة إنه مكان شديد روعة لم أرى قط مغارة بهذا الجمال في حياتي وهل تعتقد أنها تستحق أن تكون من بين عجائب الدنيا الطبيعية؟ نعم بالتأكيد لقد صوتنا لصالحها اللبنانيون يأملون في أن تصبح مغارة جعلت من عجائب الدنيا كما يأملون في أن يساعد ذلك في تنشيط قطاع السياح الذي تأثر مؤخراً بالرابع العربي فالاحتجاجات المناوئة للنظام في بلاد الشام منذ مارس الماضي أدت إلى تراجع في عدد الزوار القادمين إلى لبنان عن طريق سوريا ممن يمثلون نحو ربوع السياح في هذا البلد اللبنانيين المقيمين وكل العائلات كل أفراد البيت واللبنانيين المغتربين أيضاً اللي منتكل عليهم كثير اتكال كبير وهن كمان مطلوب منهم يشجعوا أصدقائهم ومنعرف أدافي عندهم أصدقاء ومحبين حول العالم يصوتوا كلنا لبنان من المواقع الأخرى المتنافسة على الانضمام إلى قائمة عجائب الدنيا الطبيعية شلالات إيجوازو على الحدود بين البرازيل والأرجنتين والبحر الميت وجبل فيزو في إيطاليا والحاجز المرجاني العظيم في أستراليا ولمن يرغب في التصويت لأي من هذه المواقع المتنافسة فعملية التصويت لازالت مستمرة بموقع المسابق على الأنترنت إلى غاية الحادي عشر من شهر نوانبر الجاري نهاية